خطاب السيد رئيس الجمهورية اللي حقيقة كانت قرارات مهمة وجات في وقتها يعني حق تأخرت بسبب الجائحة ولكن نظن أنها الوقت اللي جات رح يتنفع نظن قرارات صعبة حصة في حل المجلس وقرار إنشاء المجلس أعلى للشباب اللي يعاون إن شاء الله يكون دفع زيد للشباب ويمكنهم من طرح المقترحات تاهم بالنسبة للمرصد للوطني المجتمع المدني يعني إحتها هو قرار صعيب بمكان إن شاء الله يكون دافع لكل ولاية لتوصيل للمساهمة في تنمية المحلية لولهات المجتمع المدني الرئيس كيجا ركز عليه بزاف خاصة الديمقراطية التشاركية وهنا رح يكون شريك فعال سحصح في صنع القرار الخطاب يخلق يزيد الثقة لبين رئيس الجمهورية بين الشاب القرارات مثلا كما تغيير الحكومة الحكومة شفنها باللي فات في ظروف يعني جد صعيبة ولكن تغيير كان لازم يكون تغيير يعني كنظرة عامة وشاملة المجلس المجلس الأعلى للشباب نتمنى أنه يكون مجلس أعلى للشباب صح يعني اللي يكونوا فيه شباب يعني من خير ابناء الوطن نبارك لهذا القرارات المتمتلة في رفع الأجور متمنتلة في الرفع حد الأبنى الأجور تعشيب هنا القرارات الليدر الرئيس عجبتنا مليح بالأخص حل المجل الشعبي الوطني ومدى بينا تكون قرارات جديدة ان شاء الله اللي تخدم البلاد والشابي بوق خطاب رئيس الجمهورية اللي مهمل حتى الشق وتناول جميع الجوانب بقبل كان الشباب يحارب بأجاب السقلال تعالي بلاد اليوم لازم الشباب يخدم استبشرنا خيرا بقرارات صيد رئيس الجمهورية التي انبثقت عن خطابه ليلة أمس والذي كان منتظر منذ عودته من رحلته العلاجية بألمانيا هذه القرارات التي نحن نثمينها كمنتظر الشباب كذلك العفو اللي رح يمس كثير من سجناء الرأي ونظن على اليوم يعني كانوا نرموها مع العائلة تنتحم الناس رح يثيقها فيه إن شاء الله يخدم البلاد والجزيرة والمواطنين جزيرين كامل لما ذا بينا البلاد تسقموا تكون دولة قانون وعود ماذا بينا تطبق يعني في الميدان في أقرب الأجل بعت من خلال عيد ثلاث سائل المواطنين وهو أنه سيوفي بإلتزاماته خلال التي وعد بها المواطنين سيكون هناك تعديل بما علم الحكومة كما تروح كامل كالناس اللي ما برهنش اللي ما بينش لازم هاتروح في وقت وين لازم دم جديد لازم ناس حب تخدم اللي موش قادر ولا موش حبي يخدم يخلي ناس تخدم هذا مكان